الحاجة اللي انت لما بتعملها بتغير مودك الحاجة اللي حضرتك أو حضرتك لما بتعملوها بتغير مودك للأحسن طبعا لما بنقول نغير مودك مش معناها تغير مودك وحي الشان لأ تغير مودك للأحسن حد يقول لي أنا لما بلعب مع ولادي أو أحفادي مودي بتغير كده وبحس أن أنا مبسوط حد يقول لي أنا لما بلعب رياضة بحس أن أنا مبسوط ويتغير مودي حد يقول لي أنا لما بغدم الناس أو بقدم خدمة وبفرحهم بلاقي نفسي فرحانه مبسوط وبفرحه وببقى مبسوط حاجات كتيرة جدا ممكن تفرح الإنسان إيه الحاجة لما بتعملها حقيقي بتغير مودي للأفضل في حد يقول لي أنا مجرد أن أنا بحكي مع حد في حد أنا بحبه مجرد ما بحكي معاه وفطفض معاه بيتغير مودي للأفضل في حد يقول لي أنا فيه أكلة معينة مرتبطة ذهنية معي بالسعادة يعني مجرد ما الأكلة دي تكون موجودة أحس أن أنا مبسوط وحس أن اليوم كده فيه بهجة ومختلف في حد يقول لك أنا مجرد ما بشوف الماكرونة بشاميل دي على الصفرة بحس أن هو يوم لطيف في حد يقول لك أنا مجرد ما بشوف حلة المحش موجودة على الطبلية ولا الصفرة بحس أن أنا مبسوط وسعيد في حاجات كده في حد يقول لك أنا بس مجرد في الصيف أول ما المانجة تطلع أنا بحس وأنا بأكل مانجة أن أنا فرحان ومبسوط الأكل حد يقول لا أنا اللي فرحني لما بقدم خدمة لحد في حد يقول أنا اللي بيفرحني لما بيجيلي فلوس في حد يقول أنا بيغير مودي لما يجيلي فلوس زيادة عن المرتب بتاعي صرفوا لي مكافأة معينة كسبت في حاجة معينة حاجات كتيرة جدا لما لما بنعملها بتغير مودنا إيه هي الحاجة لما حضرتك بس طبعا الفلوس أنت بتاعي يعني لما هجيلك مكافأة أنت معملتهاش بس هي غيرت مودك حاجة أنت عملتها في الشغل فاكتهدت فيها فهي جالك عليها فلوس فغيرت مودك للأفضل الخدمة، الرياضة، الأطفال، الحكايات والحكاوي حاجات كتيرة جدا ممكن تغير مودنا ابعتولنا وقلولنا إيه الحاجات اللي بتغير مودكم للأفضل تخليك كده نفسيا كده لطيف ده في حد يتغير موده مجرد أنه يتفرج على مثلا مسلسل أو فيلم أو حاجة حلم فيحس أنه هو مبسوط ده فيه مسلسل كان بتزعل اليومين اللي فاتوا اسمه عمر فاندي المسلسل ده أنا تبعت منه شوية كده بيجيب ما بين الحياة العصرية اللي احنا بنعيشها والموبايلات والزحمة والدنيا بتاعتنا اللي احنا عيشينها وبيدخل نفع يطلع على فترة الاربعينات قدي ايه باب بنبقى مبسوطة يعني الناس كتيرة يعني كانت مبسوطة بتشوف فترة الاربعينات وأول يعني أنا شخصيا لما كنت بشوف حتة من اللي هي بيجيبه منها الحياة دلوقتي والزحمة ويرجع تاني العصر الموبايلات وبتاع كنت بجريها مش عايزة أعرف إيه الحدث أصلا اللي حصل يعني أنا عايز أفضل في فترة الاربعينات بحس إنه هو مجرد الدقائق دي بتغير المود للأفضل في حد يقولك إنه بيتغير مودي لما تغير لما تفرج على ماتش عجبه للفريق اللي أنا بحبه بحب الأهلي بحب الزمالك بحب ريال مدريد بحب برشلونة بحب ليفربول منشستر أي فريق أنا بحبه مجرد ما بيتفرج على الحاجة بيتغير مودي للأفضل السؤال إيه الحاجة اللي حضرتك لما بتعملها أو حضرتك بتلاقي المود تغير للأفضل